الخبر لو اللي عدنا عن فضيحة فريق فانبولي او واحد اعضاء اللي هو امر الكيلاني اوكي تقريبا من حوالي شهر امر الكيلاني نزل اغنية بعنوان ابن البيك واللي هي كان الديستراك على ياسو بريدر طبعا بخلاف انه اغلب اللي سماحها اساسا مع عجبة الاغنية ولكن احطكم حاليا لقطة من الاغنية وحشرح لكم شن يو كان يقصد بها امر الكيلاني وين الفضيحة بالضبط طبعا هنا هو كان يقصد ريدر ويقصد انه اللغاني اللي يستخدمها هو يسرق ألحانها واللحن اللي كان دي يغني عليه هو اساسا عمر الكيلاني كان مسروق وهو اساسا الريدر سارقة يعني ولكن تعرفون ما اللي يضحك بالموضوع نسمعولي بالبداية لما نحط اللحن الاول اللي كان دي يغني عليه اسمعوا زين اساسا هذا اللحن هو اساسا مسروق من شخص ومنزله من قبل ثمانة سنين وحتى سارق نفس اللحن فراحطكم حاليا جزء من لغني اسمعوها طبعا ما حطيتلكم ايها كاملة اللي حاب انه يشوفها اسمها قدامكم روحوا بحثوا عليها فالسؤال هو حاليا من السارق الان فاكتبوني يا حبايا بالكومنتاج شيريكم بهذا الخبر وشيريكم بأمر الكيلاني اللي كان دي يقول عن ريدر سارق وهو اساسا سارق الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو أحمد أبوروب فأحمد نزعى على حسابة باللينستغرام هذا الستوري اللي حمس بالمتابعين للمقطع اللي رح ينزل اليوم رح ينزل الساعة بالأربعة ومن الواضح ان المقطع رح يكون على القناة وان تو ثري جو أما اليوتيوبر الثاني اللي عدنا وهي نارين بيوتي فنارين نزلت على حسابها باللينستغرام هذا الستوري اللي بيجزم اللغنية فاعلنت من خلاله عن التوقيت بالضبط لح تنزل باللغنية واللي هو الساعة بالأربعة يعني تقريبا بعد ساعة من نزول المقطع فاكتبوني يا حبايا بالكومنتاج مقطع منه حتشوفون بالأول أحمد أبروب ولا أغنية نارين الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين أنس وأصالة على شهد وسمن بسبب إخفاهم من اسم وسامة مروة فاللي شافوا المقطع السابق يعرفون ان شهد وسامة خافين اسم وسامة مروة من التعليقات فعلى آخر مقطع نزلوه واي من التعليقات اللي جديهم ستقولهم انتوا ليش خافين اسم وسامة مروة وليش خافين اسمنة ومن هالكلام فاكتبوني يا حبايا بالكومنتاج شركوا بالخبر وهل تشوفون انه هما يستحقون للتهجم اللي تعرضوا له أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن نور مارو ليش هو معصب فنور نزعه على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي يقول بي انه هو نزل مقطع على التيك توك ولكن التيك توك حذفوا ليها بسبب حقوق الرفق بالحيوان وبعدها نزل مقطع ثاني على حسابه بالإنستغرام ولكن أيضا حذفوا ليها للإنستغرام بسبب الحقوق فل هذا هو معصب رحطوكم هذا الستوري شوفوا بالنسبة للسؤال الثاني وهو علاقتك بيارة وقمر ونير مين أقوى ولا بالأكل أقوى فيرد عليهم أنوار بالأكل طبعا أما بالنسبة للسؤال الثالث فاش وقت ناوي تتزوج فيرد أنوار للسن الثلاثين الخبر الخامس اللي عدنا عن عائلة مشياء وانضمامهم لسبايستون فعائلة مشياء نزلوا على حسابهم بالإنستغرام هذا البوست واللي أعلنوا من خلاله عن انضمامهم لسبايستون وكانوا كاتبين عليها قريبا على سبيستون حطيني برو مرحطوكم يشوفوا مشياء عائلة مشياء قريبا على مغامرات وبس والله هنا وصلنا لنهاة المقطع أتمنى مقطع جاوكم نحن تحطون لايك تتركوا بالقناة شانوكم في زي مقاطعة من نقطة القصص وبس مع السلامة شانوكم في زي مقاطعة من نقطة القصص شانوكم في زي مقاطعة من نقطة القصص شانوكم في زي مقاطعة من نقطة القصص